جمهورية جنوب أفريقيا سيد رمفوزة حضرات السادة السيدات والسادة يسعدنا أن نكون جزءا من هذا الإعلان في هذا الصباح وأن نشارك الخبرات حيث أننا أول مركز لتبادل العلم والمعرفة في جنوب أفريقيا بالتعاون مع منظمة صاحة العالمية ونسمع للدعوة الجماعية الخاصة بنا لكي يكون هناك مراكز لمكافحة فيروس كوفيد-19 في أماكن مختلفة وأن يكون هناك عدالة في توزيع التطعيمات إن منظمة الصاحة العالمية سهلت إنشاء مركز التطوير الخاصة بالتطعيمات الخاصة بكوفيد-19 في جنوب أفريقيا وسوف نقدم حزمة كبيرة من الرعاية الصحية وأن يكون هناك تحقيق لعدد مختار من العلاجات في كل أنحاء العالم نحن نرحب بالإعلان لهذه الفروع التي ستكون في كينيا وتونس ونيجيريا والسنغال ومصر بالطبع كجنوب أفريقيين نحن نريد وكأفريقيين نحتاج المزيد وسيكون هناك المزيد مع مرور الوقت لأننا لا نريد لأي دولة أفريقية أن تكون خلف الركب أريد لكم أن تستمروا في التفكير في المزيد من الأعمال والإنجازات والآن منذ أن تم اختيار جنوب أفريقيا لاستضافة هذا المركز فإننا قمنا بالعديد من العمليات وتعلمنا منها الكثير وتعلمنا أن هناك قيمة للعمل الجيد والنظام البيئة الذي يشمل الجامعات ومراكز البحث ومؤسسات الصحة العامة بالإضافة إلى شركات الدوائيات نفسها والجهات التنظيمية لتحقيق أفضل الأعمال حيث أن هذا يدعم نظاماً بيئياً جيداً إذا ما كانت هناك أي أخطاء فيما يتعلق بالمعرفة أو الخبرة بهذه المراكز هذا النظام البيئي يجب أن يعمل بشكل متصق وبشكل تعاوني وأن يكون هناك الكثير من الخبرات والمهرات وكان هناك نصيحة للدول بأن تكون قادرة على أن تجد طرق لكي يتم تضمين العديد من المؤسسات لكي تعمل معنا ولهذا فوائد عديدة على سبيل المثال الشراكة بين التعاون مع جمعية نتوتر تريند أدى إلى تطوير هذه التكنولوجيا الخاصة بالتطوير في جوانسبرغ على مدى العشر سنوات الماضية وأيضا تم تطوير اللقاح في خلال شهرين وباستخدام هذه المراكز تم وجود عمليات انتاجية وأيضا استمر الأمر لتطوير الموارد البشرية والرأس المال البشري عبر الحدود أصبح من السهل أن يعمل علمانا في نيجيريا جنوب أفريقيا ومصر وعلى سبيل المثال الشراكة بين جنوب أفريقيا وكينيا في عمل المسوحات أتحد للطلاب من كل أنحاء القرى أن يحصلوا على عمر كذلك التحكم في الجودة كان له أهمية كبيرة في إنتاج والحصول على المعايير اللازمة في جنوب أفريقيا كان هناك على عديد من حقوق الملكية الفكرية وهذا أمر اهم جدا وقد يحدث في دول أخرى مع إمكانية استضافة هذه الفروع من منظمة الصحة العالمية وبمساعدة الحكومات الأفريقية والأوروبية تعمل لتأمين التمويل اللازم لحقوق الملكية الفكرية لأفريقيا وهناك تحدي آخر مرتبط بالفشل في نقل التكنولوجيا إلى المركز من خلال الرخص الغير حصرية لإنتاج وتصدير اللقاحات الخاصة بكوفيد-19 في الدول منخفضة متوسطة الدخل من خلال التسهيل الخاص بالكوفيد-19 إن التطعيمات المنتجة في أفريقيا هي شيء مرتبط بنا جميعاً المنظمات مثل كوفاكس وكافي يجب أن تلتزم بشراء التطعيمات من المنتجين المحليين بدلاً من الذهاب خارج حدود هذه المراكز وشراء اللقاحات لتوزيعها في القرى الأفريقية مرة أخرى نحتاج أن يكون هناك التزام أننا سوف نشتري من المراكز المنتجة محلياً وهذا يؤكد على الروح الأفريقية للتصميم على وجود تكنولوجيا وسيادة تكنولوجيا وأن يكون لنا دور في السوق الخاص باللقاحات وإلا سينهار تسويق هذه اللقاحات نحن نحتاج أن نكون من أكبر المشهرين للتطعيمات في العالم ويجب أن يكون هناك العديد من الإجراءات لمكافحة كل الأمراض التي لا تستطيع استطيع ابناء القرى تحمل تكلفتها وأنا أجي لأصل لنقطة غير مريحة حين تمت الموافقة أو يمكن أن أقول أو حين يتم الموافقة بشكل سريع فإننا سنقدم كميات كبيرة وبقدرات كبيرة وننشئ منصة لدعم القدرات علاوة على ذلك فإننا سنسهل التنوع الخاص بالإنتاج لكل المناطق الجغرافية البعيدة عن مناطق الحصول على التطعيمات ودعوني أكرر الحكومات الجادة بشكل حقيقي في تأمين أن العالم له طرق الحصول على التطعيمات يجب أن تتأكد من أننا نوافق على هذه الإمدادات بدلا من التواجد في الخلف والسماح لبعض المشاكل بإعاقة توزيع هذه اللقاحات كل ما يطلب منه هو أن يجب أن يتم هذا الأمر حسب جدوى الزمن محدد حتى يتم مساعدة الدول التي لست لديها قدرة للوصول إلى الأمصال والتطعيمات حتى نستطيع أن نصل لمئات الألاف من الشعوب بغض نظر عن ربحية الشركات إن أفريقيا تقف بشكل جاد جدا ونقدر الإعانات والمنح التي تقدم لبناء الصمود نعم نحن نقبل المساعدة التي يتم تقديمها ولكنها ليست مستدامة ساعدونا في التمكين دعونا نقوم بإزالة العقبات ونثبت للعالم أن أفريقيا لديها القدرة والعلماء والصناعات لتقديم التطعيم والعلاجات اللازمة لإدارة الصحة الأفريقية ودعوني أقول في النهاية فيما يتعلق لقد وضعنا جعلنا هناك مفوضية قد تندهش من عدد العلماء الموجودين في القرى الأفريقية إنهم جاءوا من كل الشركات ولديهم قدرات كبيرة جداً وهؤلاء هم من نحتاج طاقتهم وهم مشتعدين للعمل من أجل قراتنا وكل ما نحتاجه في هذا المستوى هو أن ندعمهم ونمكنهم وندعهم يعملون تحت قيادة منظمة الصحة العالمية ويمنحوا الأكسجين اللازم ويقوموا بأعمال رائعة لالقرى وشكراً لكم اشتركوا في القناة